كذلك نتحدث عن هذه المباراتين مبارات غينيا مبارات غينيا وأغندا هي من أهم مبارتين تقريبا هذا العام نتحدث عن مبارتين مصيرتين في سباقة أهل لكائس العالم 2026 هنا فالترتيب وقع على أن المنتخب الجزائري في المرتبة الأولى متصدرا ويليه مباشرة فريق غينيا بثلاث نقاط فلذلك يجب الآن على المنتخب الوطني الفوز في مبارات غينيا والفوز كذلك في مبارات أغندا حتى لا تتعقد علينا بعض الأمور وندخل في الحسابات الضيقة كما حدثت في مبارات وفي مباريات كأس أمم أفريقيا مؤخرا فلذلك الفوز وثلاث نقاط ولا شيء آخر بالنسبة لهذه المبارتين تحديدا التي سوف تعطي دفعة معنوية كبيرة جدا لمواصلة الفوز والتأهل مبكرا لكأس العالم الفين وستة وعشرين